مرحبا بكم مشاهدينا من جديد يعتبر الخط العربي من أبرز التعبير الفنية التي أثرت بها الحضرة العربية الفن العالمي وإن اعتدنا التوقف عند لوحات فنية تصدرها الخط العربي أو إن إعجابنا بغلاف كتاب بزينة الخط الكوفي أو النسخ أو أي أنواع الخطوط وإن توقفنا أيضا عند بنايات تحيط بها الزغارف عربية وأربسك فإنه يبقى من المدهش أن نتخيل استعمال الخط العربي في تصاميم الأحذية هذا ما أقبل عليه المصمم الأردني أناس يونس بعد الدراسة للهندسة المعمارية وجوالات مهنية أخذته إلى مدائن ومدن في أوروبا وأمريكا خلينا نتعرف اليوم على هذا الفنان الفريد من نوعه والذي سيقدم لنا آخر مجموعة من تصاميمه والتي استلهمها من عالم ألف ليلة وليلة مرحبا فيك أناس يونس ببرنامجي أهلا أهلا فيك أهلا فيك طبعا اليوم أنت حتخذنا لعالم كتير النساء بيحبوه يعتبر مهم جدا لتكميل أنقتهم ونفس الوقت يعني دخلت بطريقة فريدة من نوعها الخط العربي يعني شو اللي بربطك بالخط العربي هل أنت كنت من معجبين فقط بالخط العربي أم أنك كنت بتتقن كتابته الخط العربي أكتر كان اهتمام ودراسة أعتقد خطة حلو بس مرتقيتش لمستوى أنه خطات بس بمراحل من الدراسة كنت حتى رح عمل مشاريع مبنية على الخط العربي من زمان وبالآخر لقيت لها محل لقيت لها محل بس كمان نرجع على الدراسة اللي درستها يعني أنت درست هندسة معمارية صح فجأة انت أقلت لتصميم الأحلي خبرنا على هالموضوع كيف النقلة صارت آه هي درست هندسة معمارية وبعدين درست تصميم صناعي ودخلت عالم الموضخ لنا نقول من تصميم المحلات التجارية وطرق العرض يعني بدأت فينا نقول لك هواية بلشت هواية واهتمامي أكتر بعالم الموضة من تصميم المحلات ومن تصميم الفترينات فدخلت عليها زي ما تقولي من المدخل الرئيسي زي زمان من الباب وش من الشباك من الباب صرت أفهم الستات ايش اللي بدهم يا ايش المريح ايش المش مريح صرت أتعامل مع المصانع بإيطاليا إلى آخره وبعدين بدأت بال حلو يعني تعرفت على أهم نقطة اللي هي الستات أو المرأة شو المريح شو المريح ولكن قبل ما نحكي عن هاي النقاط اللي انت يعني تعرفت عليها عن طريق بدايات عملك خلينا نشوف أول تصميم من تصميمك اللي هي كهات مجموعتك الأولى للخط العربي صح طبعا خبرنا عن قصة هذا الحذاء هذا الحذاء يمكن من أول التصميم التي طلعنا فيها وحبيناها لأنه كانت الفكرة تبعتها وكأنها تاتو أو كأنها حنة فالأحرف العربية الأحرف عملناها شكلت الحذاء وعطتنا إشي كتير أنثوي بالخطوط تبعته وهو من أنجح تصميم لا هو أنيق وطبعا أنه كتير واحد يركز ليلاقي الأحرف العربية يعني نعم أشوف سين وهيك وهذا الدليل على الفن بنفس الوقت هل يعني هاي العقبات قدرت أنك أنت شوي هيك تتحلها وتبتعد عنها ولا كيف والله الصراحة ومش سهلة كانت القصة لأنه الحرف أوقات بنا نميله بطريقة تقنيات تبعت الجلد بده يمسك بده فكان فيها دراسة مش بطالة ونتقيد برضه بالحرف وما نشوهه ويطلع معنا بطريق الإنسيابي اللي بنشوفها دائما فكانت الخطوات اللي مشينا فيها مش سهلة طيب إحنا هنحكي هلأ كمان عن تصميمك تعيد ألف ليلة وليلة هي آخر مجموعاتك مجموعة بتحكي عن قصة ألف ليلة وليلة اللي هي معروفة نشوف على الشاشة هلأ تصميم شهرزات شهرزات أيضا هي تضمن الكلمات العربية والأحرف العربية فخبرنا عن قصة هذا الحذب هلأ إحنا اخترنا سبع شخصيات من ألف ليلة وليلة وشهرزات طبعا من ربما هي الأبرزة وهي اللي كانت تروي الحكايات بنلاحظ مكتوبة على الحذاء هات تمني تعطي يا شهرزات بس تصميم الحذاء نفسه مبني على شخصيتها وعلى قصتها ففيه تلاحظي الجزء من التصميم اللي فيه في الستان اللي هو اللي بيعبر عن إنه إشي دلكت وبعدين بنفس الوقت أعطينا الجزء المعدني اللي بيبين فيه الحنكة والتدبير لأنها قدرت إنها تتغلب على مصيرها كان مفروض يقتلها صح مرحبا قدرت تخدعه يعني فجمعنا ما بين زي ما تقولي عنصرين بنفس الحذاء اللي يعطينا التشكيل هذا نعم يعني لشو الخطر عبالك إنك تختار ألف ليلة وليلة بعد خطوة الأحرف العربية إحنا بشكل عام منتطلع على المحيط طبعنا بدأنا بالأحرف لأنها كانت إشي جواتي ولازم يطلع بعدين عم نتطلع بكتير عناصر حوالينا استعملنا الأربسك وهلأ ألف ليلة وليلة ونستعمل أي شيء من محيطنا هلأ ألف ليلة وليلة بشكل عام أعتقد إنه الأصص اللي فيها حلوة جميلة فيها نوع من السحر ومن الهيام وكذا صح فحسيت إنه يعني حلو الواحد إنه ياخدها هي كعمص وجذابة أيضا مجرد الإسم بجذاب عم نشوف تصميم آخر تحكيني عنه هذا هو نفسه شهر زاد بس هلأ عم بتشوفوه ملبوس عملنا منه بكتابة أو من غير كتابة يعني نعم بس ما حبيتش إنه أفرض على الزبون خلينا نقوله نحبت التصميم ولكن بدون كتابة إذا بدها كتابة أو من غير كتابة أو ممكن إنه تكون كتابة من قبل على الكتابات نوعا ما قالوا لك لو هذا التصميم بدون كتابة أو حرف لا بس ممكن ما يحسوها الشخصية كتير أو ممكن نغير الكتابة تكون تمانية تعطية حد تاني مش رط تكون شهر زاد يعني أتركناها شوي زي ما تقولي مفتوحة يعني تترك مجال للزباين ممكن إنك أنت نخصص هذا حالو طيب نحكي عن المحلات اللي أنت فتتحتها لعلامة تجاري الخاصة لإلك خبرنا عن الإقبال عليها كيف وكيف الناس عم يعني شو ردت الفاعل على الأحذي والتصميم اللي أنت عبدت تصممه يعني الحمد لله إحنا أول ما بدأنا بدأنا بمحلات بلومينج ديز بدبي وبعدين طلعنا لبرات دبي وصورنا هلا بقطر وبالبحرين موجودين بإيطاليا في تمثيل لقلنا في ميلانو التصنيع بإيطاليا فالاستحسان عم يلاقيه من كل البلدان يعني بأمريكا وبأوروبا وبمنطقتنا العربية حلو هل هذا الموضوع أو الاستحسان عم بيختلف من ثقافة لأخرى ردة الفعل الآراء عم تختلف من ثقافة لأخرى أعتقد اللي بيصير مثلا أنه زي الأول حذاء شفناه اللي هو في الخط العربي العين العربية حتلقت مثلا حرف لها نعم صح حدا إيطاليا حيتطلع عليها حيتطلع عليها كزخرفة صح بالنهاية الإخبار رح يكون قديش أنت بتشوفيها حلوة أو لا فعم تزبط معنا منها المنطلق هذا نعم طبعا إحنا كمان المجموعة اللي عم نشوفها حاليا برجع بذكر هي مجموعة تاك أناس اللي هي ألف ليلة وليلة نفس الوقات يمكن بيخترع بعض السؤال يعني على أي شخص الخط العربي نوعا ما بيكون أكثر دلالة وبرمز للحضارة الإسلامية هل بوجهت انتقادات بالنسبة لهذا الموضوع أنه كيف مثلا توضع بعض الرموز اللي بتكون للحضارة الإسلامية في الحذاء هل وجهت بعض الانتقادات أو الناس اللي رفضوا هاي الفكرة؟ يمكن كان في مش انتقادات بس يمكن كان في علامة استفهام أول ما بدأنا فيها بس يعني أنا لا أعتقد أنه في مشكلة بأنه الواحد خط عربي على أي إشي لأنه الخط العربي كفن هو فن واللي عم نحكي عنه هو الكاليغروفي فاللي بيحب يربطه بإشي ديني أو اللي ما بده يربطه بيربطه بإشي فني بتقود للشخص بس إذا بنا نستثني إحنا النية هي عبارة عن فن بالزبط وما عم نلفظ لا كلمات ولا عم نحاول نحكي إشي إحنا التعبير اللي عم نعمله كله فني وكله مربوط بالحرف نفسه أكيد أنا سيونس متشكر كثير لتواجدك معنا نيوم تعرفنا على فن مميز وجميل وكل السيدات حيحبوه اللي هو فن يعني الأحرف العربية والحضارة العربية رو فينا نحكي موجودة في شكل جميل جدا في الأحذير هي تعتبر مهمة جدا لأناقض السيدات شكرا كثير لإلك وجودك معنا لكل التوفير شكرا إلك